احرث و ازرع ارض بلادك بكرة تم ترخر لبلادك كابد و اسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ و اعطيها جاهد و اسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ و اعطيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اصعد الله و اوقاتكم مستمعين الكرام في كل مكان بكل خير عبر اثير راديو الثورة في برنامجنا الاسبوعي المتجدد دائما فسح الجمال والذي يقدمه لكم المهندس اياد يسوف يوم الاثنين من كل اسبوع حديثنا كان في الحلقة السابقة عن نباتات الظل تعريفة والاحتياجات اللي بتتطلب وبعض الشروط الواجب اتباع على العناي بهذه النباتات وسنتابع الحديث في هذه الحلقة ايضا عن نباتات الظل اهميتها ما هي استخداماتها المشاكل التعرض لها وغير ذلك من المواضي وللحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور رضا دريعي استاذ مساعد في كلية الهندسة الزراعي في جامعة ادلب ومتخصص في علوم البستنة الزراعي مرحبا بكم دكتور رضا مرحبا بك استاذ اياد ومرحبا بجميع لكم مستمعين راديو الثورة دكتور مثل ما حكينا في الحلقة الماضي تحدثنا عن احتياجات نباتات الظل من ري وإضاءة وتسميد إلى آخره وحكينا عن بعض الخطوات العناي والاهتمام بنباتات الظل خلينا نحكي اليوم عن الاستعمالات المختلفة لنبات الظل داخل المنزل أو المكتب والمباني وغيرها بالنسبة لاستخدامات نباتات الظل داخل الأبن والمنازل فهي عديدة جدا يمكن استخدام هذه النباتات في زراعة أحواض على شكل حديقة داخلية حيث تستعمل أحواض مختلفة الأشكال والمقاسات والألوان بما يتناسب مع أثاث المنزل لوضع النباتات فيها على شكل مجموعة متناسقة مع بعضها البعض من حيث لون وشكل الأوراق وحجم الحوض وارتفاعه ولونه يفضل أن تكون النباتات المختارة متشابهة من حيث احتياجاتها المائية والضوئية كما يمكن تغيير تصميمها من وقت لآخر خاصة بوضع النباتات الصغيرة على حواف الحوض مثل النبات البيبروميا أو النباتات المتدلية مثل زهر الهواء الخشين أيضا التليفوني الكرمي المنزلية إلى آخرية بمعنى إنشاء أحواض في الصلاة الكبيرة هذه الأحواض نقوم بزراعتها بنباتات الظل فتبدو بمناظر جميلة جدا تنسق أو تزين المكان المزروعة فيه دكتور مثل ما تفضلت حضرتك الزراعة أحواض على شكل حديقة منزلي الشرط أنه ما بيصير تتعرض هالنباتات للإضاءة المباشرة حسب أنواع النباتات ممكن عندما نتكلم عن النباتات نختار النبات بحيث توفر الإضاءة الموجودة بمعنى إذا تم زراعته في مكان لا تصله الشمس فنختار نباتات تناسبها الظل ولا تحتاج إلى إضاءة شمس مباشرة إذا كان هذا الحوض يتعرض للإضاءة فنحن مضطرين لزراعة أو للإضاءة المباشرة من الشمس فنحن مضطرين لزراعة نباتات تتحمل أشعة الشمس المباشرة تمام دكتور بس هون نحن حديثنا عن النباتات الظل طبعا نباتات الظل أيضا تختلف حسب الأنواع لدينا نباتات لا تتحمل أشعة الشمس المباشرة ولدينا بعض الأنواع ممكن أن تتحمل أشعة الشمس المباشرة فنحن حسب المكان الذي نصمم فيه هذا الحوض ونضع فيه هذه النباتات يختلف لدينا نوع النبات الذي سنقوم بزراعته دكتور بالنسبة لتزيين النوافذ أيضا يمكننا استعمال مجموعات مختلفة من النباتات المزهرة والورقية فإذا كانت النافذة معرضة لأشعة الشمس المباشرة فنختار نباتات محبة لها أو تتحملها مثل البيجونيا العادية أو زهر الشنطة مثل السجادي مثل الكروتون الكوشوكي الحمراء وغيرها أما إذا كانت النافذة غير معرضة لأشعة الشمس فيمكن اختيار نباتات تخشى أشعة الشمس أو لا تتحمل التعرض المباشر لأشعة الشمس وبشكل عام يفضل أن يكون النافذة حصيرة تحمي نباتات الظل من أشعة الشمس المباشرة أو ممكن أبجور أو أي شيء أو برداية أو ما شبه ذلك وخاصة في فصل الصيف الحار أيضا يجب مراعاة برود الشتاء القاسي عند اختيار نباتات مثلا تتحمل خفض درجات الحرارة حتى السبعة مثل اليوغا المنزلية المكحى للعريضة وغير ذلك دكتور بالنسبة للزراعة في القارورات أو الزجاجات أيضا يمكننا زراعة نباتات الظل أو بعض نباتات الظل في زجاجات صغيرة في قارورات وهذا ما يسمى بزراعة أو بحدائق القارورات منتشرة حاليا لأنها لا تحتاج إلى عناية كبيرة تتم زراعة نباتات داخلها بوسط ملعقتين أو ملقة طويل بشرط أن تكون هذه النباتات صغيرة للحجم محدودة النمو ومختلفة في ألوانها مثل البيبروميا الخضراء أو البيبروميا المبرقشي الفيتونيا السرخاص الكروتون المنقط الكروتون الإصبعي وغير ذلك عندما يستطيع أحد هذه النباتات المزروعة ممكن أن نستبدله مباشرة بنبات أصغر حجما للمحافظة على جمال القارورة بداية وأيضا على المكان المناسب أو توفير مكان مناسب لنمو هذا النبات بحيث يتناسب نموه مع حجم القارورة الصغير دكتور أنت حكيت بالفقرة الأبلة أنه درجات الحرارة المنخفضة نحن عم نحكي عن نبات ظل ما بيتعرض لأشعة الشمس المباشرة هالنبات بيتأثر بالحرارة المنخفضة؟ ممكن عندما نتكلم عن النباتات بشكل مفصل نذكر الاحتياجات الحرارية لكل نبات بمعنى بعض النباتات ممكن أن تتحمل انخفض درجات الحرارة حتى 7 درجة مئوية بعضها حتى أقل بعضها حتى 10 درجة مئوية وممكن يتحمل بعضها ارتفاع درجات الحرارة حتى 25 إلى آخر بحسب الأنواع لكن عموما كما ذكرنا تفضل نباتات ظل درجات الحرارة المعتدي المائلة للدفئ حوالي تقريبا 20 درجة مئوية تمام دكتور أنا من خلال سؤالي مشان نوضح للإخوة المستمعين أن الإضاءة تختلف عن الحرارة دكتور وبالنسبة لتجميل الجدران ضمن المنزل؟ يتم ذلك من خلال تعليق بعض نباتات الزيني خاصة المتدلي منها بأفرعها وأوراقها على الحائط وهي مزروعة في أصوص ذات أشكال وألوان مختلفة لكن هذه النباتات تعترضها صعوبة في العناية بها وخاصة أنها لا تسمح للشخص بملاحظة مدى احتياجها لألماء باستمرار ويراعى ريها وتسميدها بصفة منتظمة نظرا لصغر حجم الأصيص المزروع فيه أو توضع الأصوص المزروعة بجوار الحائط لتزينه بمعنى أن عندما أزين هذه الجدران فأضطر لي وضع الأصوص بمكان مرتفع وبالتالي يصعب بعض الأحيان أن يرى هذا الشخص الموجود في المنزل يرى حاجة الأصيص أو حاجة النبات أو مدى جفاف التربي ليقوم بريها لكن يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بالري بشكل منتظم ويتأكد من حاجة النباتات للري دكتور بالنسبة لتجميل المداخل أيضا يمكننا أن نضع نباتات الظلة على جانبي المدخل الرئيسي للمنزل أو البناء أو المؤسسة بحيث يشعر الإنسان بجمالها بمجرد دخوله إلى هذا المكان حيث تضفي الجمال على المكان والبهج في نفس الإنسان الذي يزور هذا المكان دكتور منحسن نباتات الظل نساوي فيها عمل ستائر جداري؟ طبعا كما ذكرنا ممكن أن نخفي عيوب الجدران من خلال هذه الستائر فيمكننا أن نعمل ستارة كاملة لتغطيط جدار بكامله في هذه الحالة تستخدم متسلقات داخلية سريعة النمو وغزيرة التفرع مثل كرمة المنزل ممكن أيضا أن نعمل ستارة غير كاملة وذلك لتغطيط جزء من الحائط أو جانب غير مرغوب فيه من هذا الحائط أو الجدار تستخدم في هذه الحالة نباتات محدودة أو بسيطة النمو مثل الهيدرة أو حبل المساكين أو اللبلاب دكتور منحسن نساوي بنباتات الظل حدود خارجي للنوافذ كإطار أو كديكور يعني منظر جميل؟ طبعا كما ذكرنا بالنسبة لوضع النباتات بجوار النوافذ أيضا يمكننا أن نضع نباتات داخلية متسلقة بحيث تمتد على محيط النافذين مثل زهرة الشمعة زهر الهواء الخشين الناعم قلب عبد الوهاب يتم لف النباتات بشكل يدوي ومن ثم نقوم بتثبيتها حول إطار النوافذ بمساند أو أوتاد كما ذكرنا يتم وضعها على أطراف النافذين ونفس الشيء من نحسن نستخدم نباتات الظل بالنسبة للقناطر طبعا بالضبط ممكن أيضا في القناطر التي توضع في الصالونات أو في المنازل يمكننا أن نستخدم متسلقات داخلية مثل التليفوني قلب عبد الوهاب رجل البطة زهرة الشمعة أو غير ذلك من النباتات دكتور من خلال ما ذكرت وتحدست عن استخدامات نبات الظل تظهر أهميتها واستخداماتها الكثير في تزين المنازل والأبني ومثل ما قالت تسطر عيوب بعض الجدران لكن السؤال هل هناك مشاكل تواجه نباتات الظل ونموه في المنزل؟ وما هي هذه المشاكل؟ وشلون منتغلب عليها؟ تعترض زراعة نباتات الظل العديد من المشاكل التي تؤثر على نموها وقد تؤدي إلى موتها في الحالات الشديدة ممكن أن يكون الجفاف أحد هالمشاكل؟ بالطبع الجفاف من المشاكل التي تعرض لها نباتات الظل فجفاف التربي أو قلة رطوب التربي أو تعطيش النباتات خلال موسم النمو يؤدي إلى جفاف وذبول الأوراق وقد تظهر بقع بالنية عليها ثم تتساقط هذه الأوراق واستمرار تعطيش قد يتسبب في موت النباتات أيضا لدينا الجفاف يحدث جفاف للأوراق وموت النباتات نتيجة تعرضها لتيارات هوائية لذلك يجب عدم وضعها في مسارات التيارات الهوائية الساخنة أو الباردة وبالقرب من مصادر التدفئة والتبريد وما إلى ذلك أيضا ممكن الري أو زياد الري تؤدي إلى أصفرار الأوراق ومن ثم تساقطها خاصة في موسم الشتاء دكتور معناتها من خلال حديثك بتأكد الفكرة التي قلتها في الفقرة السابقة أن الري المعتدل هو أفضل طريقة لحفاظ على نباتات الظل وذكرت أنه عنا نوعين من الجفاف جفاف التربي والجفاف نتيجة الرياح دكتور بالنسبة للبرودة والحرارة المرتفعة بالنسبة لبرودة الليل أيضا في حال كان هناك توقع لحدوث سقيع ليلي وعدم تدفئة الغرف فإنه يفضل إبعاد النباتات عن النوافذ أو تطيطها بورق جرائد أو رشها بماء بارد إلى آخرهين أيضا في حال ارتفاع درجات حرارة الجو وهذا ينتج عن التدفئة الصناعية في الغرف مما يسبب انخفاض في الرطوب الجوي وخلق جو غير ملائم لنمو نباتات الظل داخل المنزل يمكن حماية النباتات في هذه الحالة عن طريق رفع درجات الرطوب حول النبات دكتور نحن حديثنا عن نباتات الظل أو نباتات التنسيق الداخلي بالنسبة للإضاءة والظلام شو هي الشروط اللي مننا نتبع لها النباتات أيضا تعريض نباتات الظل لأشعة الشمس القوي والمباشرة خاصة في فصل الصيف يؤدي إلى احتراق الأوراق وإلى تمزق وانفجار الشعيرات الجزرية ومن ثم موتها ويمكن حماية النباتات بتغطيط سطح النبات بورق جرائد مبلل أيضا لدينا الظلام ففي حال وضع نباتات الظل في أماكن مظلمة بشكل دائم يؤدي ذلك إلى موتها بشكل حتمي دكتور سردت أهم الأفكار في أمور أخرى ممكن أن تذكرنا إياها بالنسبة لنباتات الظل أيضا لدينا التعرض نباتات الظل لكميات كبيرة من الغازات والأبخرة والدخام فوق الحد الذي تستطيع أن تتحمله هذه النباتات أيضا يعتبر من العوامل التي تؤدي إلى موت نباتات الظل لكن لها استطاعة معينة أو قدرة معينة في حال كانت هذه الملوثات الغازات الأبخرة فوق قدرة تحمل النباتات نباتات الظل فحتما سيؤدي ذلك إلى موتها حتى وإن تم بعض التعديلات الوراسية عن النبات يعني لازم في ضوابط نتحراها بحيث ما يتأذى النبات دكتور تكلمنا في الحلقة السابقة عن إكثار النباتات المنزلي هل هناك أمور خاصة أو خصوصية تتعلق بالإكثار بالنسبة لنباتات الظل؟ تعتبر طرق الإكثار التي تحدثنا عنها سابقا هي نفسها طرق إكثار نباتات الظل لكن يمكننا ذكر بعض النقاط الهامة الواجب مراعاعتها عند الشروع بإكثار نباتات الظل كاستخدام أصص نظيفة ومعقمة وخالية من آثار المواد التي تستعمل في التعقيم الأصص وضع طبقة من الحصى والرمل الخشم في أسفل الأصيص تحت التربة لتسهيل عملية صرف الماء الزائد استخدام خلطة ترابية زراعية ملائمة ويفضل أن تكون معقمة قبل عملية استخدامها تأمين رطوبة معتدلة في الهواء وفي التربة بحيث تكون ملائمة لإنبات البذور وتكوين الجزور على العقل تأمين درجة حرارة ملائمة لإكثار النباتات تتراوح بين 18 إلى 25 درجة مئوية اختيار الموعد المناسب لإكثار كل نوع نباتي معظم نباتات يمكن إكثارها في أواخر الشتاء وأوائل الربيع قبل بدء النمو والنشاط لهذه النباتات ويمكن تأمين الظروف السابقة وخصوصا الحرارة والرطوبة من خلال زراعة هذه النباتات في بيت بلاستيكي أو تطيط الأصص بعد زراعتها وريها بغطاء بلاستيكي يحافظ على الحرارة والرطوبة لهذه النباتات دكتور رضا نتقدم إليك بجزيل الشكر في هذه الحلقة التي تحدثنا من خلالها عن استخدامات نباتات الظل في المنزل والمشاكل التي تتعرض له شكرا لك أستاذ إياد وشكرا لمستمعي راديو السورة باستخداماته في المنزل والمشاكل التي تتعرض له وغير ذلك من هذه المواضيع اللي حكيناها عن نباتات الظل نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فسح الجمال إلى لقاء متجدد دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحرث وزرع أرض بلادك بكرات ترخر لبلادك كابد وسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها جاهد وسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها اشتركوا في القناة